مرحبا أصدقائي نلتقي اليوم معكم في درس جديد من سلسلة تعلم المحادثة باللغة الفرنسية طبعا أصدقائي اليوم درسنا قواعدي وهو الضمائر التملك كيفية استعمالهم كيف نعبر عن شيء هو لنا ولي غيرنا أو كيفية التعبير عن هذه الأشياء طبعا أصدقائي في اللغة الفرنسية هي تعتمد على ثلاث أشياء أساسية وهي مسكولين وفامينين كذلك طبعا أصدقائي هذه الضمائر هي للتعبير عن شيء نملكه أو يملكه المقابل أو الشخص الغائد يملك شيء ما فأدنا أصدقائي من üzerمنا تم تذهب تم تذهب تم تذهب شchter تفاصل لا أنه لرف واتر 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 طبعا اصدقائي كيفية استعمالهم سيكون بهذه الشكل التالي والذي سنحاول نطيع عليهم امثلة طبعا اصدقائي من بضبط فيما يعادل باللغة العربية يا التنسيب من من كتابي من ليفر كتاب من كتابي بمعنى هو ليفر مسكولى نقول من ليفر كتابي من ليفر كتابي طبعا اصدقائي بنفس الحالة ما هي التنسيب بالضبط لكن تستعمل الماء مع الفامينة مثل الميزون لا ميزون في الفرنسي فامينة نقول ما ميزون ما ميزون ما ميزون اما اصدقائي الماء كذلك هي بضبط في معنى عادلة ولكن تكون للجمع لنفرض انه الفامينة أو مسكولى سيلا امام شوز مجرد ان يكون لوريال انا اتليز مي فنقول باريزمبل مي ميزون بيوتي مي ميزون بيوتي او نقول مي ليفر كتابي مي ليفر كتابي اما اصدقائي تون تا تي هي بالضبط ما يعادل كاف التنسيب كاف التنسيب فنقول تون تون ليفر كتابك تون ستيلو قلمك اذا كان الاسم الذي يليه مذكر فنقول تون كتابك تون ليفر تون ستيلو اما اذا مؤنث اصدقائي اذا الاسم الذي يليه مؤنث فنستعمل تا تا ميزون بيتك تا ميزون بيتك تتابل الميز الخاص بك تتابل طبعا اصدقائي الت للجمع كذلك سلا ممشوز مسكولة او فمنا بادي دو بروبلم سلا ممشوز نستعمل تي اذا كان بلوغيال نستعمل تي في حالة المذكرة او المؤنث نستعمل تي فقط في حال ان يكون الجمع مثلا نقول تي ميزون بيوتك تي بواتور الميزون والبواتور فمنا تي ميزون تي بواتور طبعا نزقائد نصم س س هي بتضبط فيما يعادل للحاء او الحاء للمؤنث نفس الشي اصدقائي لنفرض انه هذا القلم لشخص غائب فنقول س مصرين سانستيلو سانستيلو قلمة سانستيلو قلمة سانستيلو ساميزون بيوتك ساميزون بيتك ساميزون بيتك سي لفر سيمزان سي هزيه بووت much نفرض انه احنا مجموعة ونتكلم عن شيء يخصنا وشيء واحد يخصنا مثلا هذا القلم لي انا وشخص اخر فهو ملكنا نقول كذلك للفامنا اما اذا كان الاشياء الذي هو يخصنا انا وصديقي او اي شخص اخر معي نعبر عنه بانه ملكنا نقول نان لنفرض انه انا وشخص اخر نعبر عن شيء اشياء يخصنا مثلا عندنا اقلام او عندنا الكتب او عندنا بيوت او عندنا منزل اشلون نعبر عنها فنقول نو ستيلو نو ميزو نو ستيلو نو ميزو نو فاتيغة نو فاتيغة الاسم الذي بعد النو هذي يكون بالجمع اذا كان الجمع فنقول نو طيب اصدقائي اصدقائي اذا اردنا التعبير عن شيء خاص بمجموعة مقابلنا فنقول انه هذا القلم هو لكم فنقول فنقول اصدقائي يجدر الملاحظة اهنان الى انه انت ممكن ان يكون في لغة الاحترام تستعمل كشخص واحد مقابلك او مجموعة اشخاص يعني حتى اذا كان مثلا قلم واحد لمجموعة اشخاص او قلم واحد لشخص واحد مقابلك تستعمل ايها تقدر تقول بوتخو ستيلو بوتخو ستيلو قلمك او قلمكم بوتخو ستيلو ال بوتخ اذيك لو فاهمينها كذلك بوتخو ميزون مثل ال كان ما انت جاي تحتويه عائلة و تقول بيتكم تقول بوتخو ميزون او اخوان اثنين او اكثر من اثنين او اكثر من اثنين تقول انه هذا البيت هو لكم تقول بوتخو ميزون بيتكم بوتخو ميزون او اصدقائي ادنى ال بوت هي كذلك ولكن ولكن للجمع لنفرض انه تتحدث الى اخوان اثنين و تقول له هذه البيوت فتقول بوتخو ميزون او 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 بوتخو ميزون اذا كنا نتحدث عن اشخاص غائبين يشتركون في ملكية شيء ما هذا القلم يخص أشخاص غائبين نقول قلمهم أما للفامنة أصدقائي الأشخاص غائبين يشتركون في ملكية شيء معين الشرط أن تكون فامنة أما أصدقائي إذا أشخاص غائبين يشتركون في ملكية أشياء معينة فنقول هذا كان كل ما يخص الملاحظة اللي أود أن أنبه عليها هو أنه أصدقائي الأسماء البادئة بفويل هي تعامل معاملة المسكلة كل اسم بادئ بفويل نستحمل معه ما يخص المسكلة مثل منمي أصدقائي منمي صديقتي منمي 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 تنامي صديقتك تنامي صورتك 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 منمي